رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجالة الإيكونوميست بشأن السياحة العالمية حيث توقع الوحدة ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى العالم بنسبة 30% في عام 2023 ليصل إلى 1.6 مليار سائح كما أضاف التقرير أن تعافي عدد السياح الوافدين سيختلف من منطقة لأخرى ففي حين شهد جزء كبير من الشرق الأوسط انتعاشا كاملا بالفعل فأن التعافي في أوروبا شرقية لن يتحقق قبل عام 2025 بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في حين ستصل معظم المنطق الأخرى إلى التعافي الكامل في عام 2024